وزارة الهجرة والمهجرين تقدم مساعدة غذائية للأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في قرى ومجمعات قضاء السنجار بمحافظة نينوى مطالبين الجهة المعنية بعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية شحنة مواد إغافية وصلت إلى قرى ومجمعات قضاء السنجار مقدمة من مزارة الهجرة والمهجرين للأسر التي عادت إلى بيوتها بعد هجرة دامت لسنوات وذلك للتخفيف من معاناتهم ومديد المساعدة لهم عدد العوائل التي عادت لقصبة سنجار من يوم 10-5 لليوم 16 سبعة أكثر من 1210 عائلة ما يعادل 6000 فرد طبعا في قضاء سنجار والأغذية والقرى التابعة لها إضافة لدينا قبل 10-5 مجموعة من العوائل التي راجعت مكتبنا في قضاء سنجار أكثر من 5000 إضبارة مروجة الحمد لله مساعدات زيد ونشكر من الدولة ومن الرئيس ومنكم ومن كل اللي يجينا مساعدات رادنا ماء رادنا كهرباء معنا كل ما جمع ما بكهرباء نعم ورادنا مثل ما نقول مساعدات نحن مثل ما نقول ما دمرنا كل شي ما عنا حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له هذه المناطق التي طالتها أياد العصابات الإجرامية يتطلب العمل الكثير من قبل أجهزة الدولة المختلفة فبالإضافة إلى مركز المدينة فإن قرى كوجو وتلقصب والقحطانية وتلبنات ومجمعات كثيرة كلها تحتاج إلى إعمار بناء التحتية وتوفير الخدمات المختلفة فيها الخدمات حاليا بدأ من الصفر والحالة تعبانة إلى درجة والكهرباء حاليا لحدنا لا يوجد بدأ كهرباء الفريق الكهرباء إذا يشتغل في مجمعة البنات وفي تلقصب لحدنا لم يبدأ وباقي المجمعاتهم لحد الآن نحن عايدين من كردستان إلى مناطقنا الأصلية وعايدين من حكومة المركزية نطالب من حكومة المركزية توفير الخدمات بنية التحتية الأجهزة الأمنية بدورها تساهم بشكل كبير في تطهير هذه المناطقة قبل عودة سكانها إضافة إلى تسهيل إجراءات دخولهم إلى المدينة بنسبة لنا نظفنا كل المجمعات والقرى من مخلفات داعش الإرهابي تمهيداً لعادة النازحين توزيع المساعدات الإغاثية للأسر العايدة إلى منازلها في قضاء سنجار رسالة واضحة من الحكومة المركزية على مدى اهتمامها لهذه الأسر من قضاء سنجار نور فاضل العراقية الإخبارية